سيدة تقول تذوقت من شاب متدين حسن الخلق ولكن بعد زواجنا بستة أشهر سافر من أجل تحسين دخله ومضى على سفره الآن حوالي تسعة أشهر وأنا شابة تناجعني نفسي على السوق وهو ليس عنده نية الربوع الآن هل يخص لي أن أطلب الفراق منه لعدم استطاعاتي هذه الحياة؟ إن كلا من الزوجين حين يبتعد أحدهما عن الآخر يحف بالفراغ وينتابه الخلق ويتعطس من الاتمئنان على نصفه الآخر ويغذي هذا الشعور أمران أحدهما يحتاجه الجسد والآخر يحتاجه القلب وإذا طال أمد البعد قوي ألم الفراق وربما أورث مرضا أو أمراضا وعند طلب العلاج قد يكون الزلل إن لم يكن هناك عاصم من دين وحصانة من أخلاق وقد جاء في المأثور أن عمر رضي الله عنه سامع وهو يتفقد أحوال رعيته ليلا سامع زوجة تنشد شعرا فاتكو فيه بعد زوجها عنها لغيابه مع المجاهدين وتضمن شعرها تمسكها بدينها وبوفائها لزوجها ولولا ذلك نهان عليها بعده وذلك بآخر يؤلفها في غيبة الزوج فرق عمر لحالها وقرر لكل غائب آمدا يعود بعده إلى أهله لكن هل لهذا الإعثاف حد أو موقات الأقوال في ذلك كثيرة يقوم أكثرها على للتهاد لكن الأوفق أن يراعى في ذلك حال الزوج والزوجة من مجيد الداعي إليه والقدرة عليه وعدم المانع منه فقد انسانع النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه سهرا وخيرهن بين البقاء معه والفراء وينبغي أن لا تزيد فترة البعد على أربعة أسطر وهي المدة التي ضربها الإسلام بالمول من امرأته أي الذي يحلف أن لا يقربها قال تعالى للذين يؤيون من نسائهم تربص أربعة أسطر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم فإنه يطالب بعد هذه المدة لأحد أمري الفي أي الرجوع عن حلفه فيباثر زوجته أو الطلاق بل جعل أبو حنيفة السهور الأربعة أجلاً لوقوع الطلاق تطلق الزوجة بمجرد انفضائها إن لم يرجع ليها زوجها إلا بعد الزوج عن زوجته حتى لو وافقت عليه حياء أو متاركة في كسب يفيدهما معا يختلف في أثره عليها ولا تتساوى فيه الشابة مع غيرها ولا المتدينة مع غيرها ولا من تعيث تحت رعاية أبويها مع من تعيث وحدها دون رقيب وإذا كنت أنصح الزوجة بتحمل بعض الآلان لقاء ما يعانيه الزوج أيضاً من بعد عنها فيه مطلح تهما معاً فإني أيضاً أنصح الزوجة بألا يتمادى في البعد فإلا الذي ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعثمة خلقية لا توفرها المادة التي سافر من أجلها فالواجب هو الموازنة بين الكسبين وشرف الإنسان أغلى من كل شيء في هذه الحياة وإبعاد السبه والظنون عن كل منهما يجب أن يعمل له حسابه الكبير ولئن كان عمر رضي الله عنه بعد سؤاله حصة أم المؤمنين بنتهو قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أسهر فإن ذلك كان مراعاً فيه العرف والطبيعة إذات أما وقد تغيرت الأعرار واختلت في الطباع فيجب أن تراعى المصلحة في تقدير هذه المدة وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها ومهما يكون من شيء فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زيزها فلها الحق في رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللاجم نحو عودته أو تصليقها حصاباً على الأعراض ومنعاً للفساد فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار والله أعلم